السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطيبتم وطابة ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات أنتم تسألون وأنا أجيب حقيقة سبحان الله العظيم هذه المرة يعني في سؤال وهذا السؤال تكرر كثيرا أنا أولادي عصن الله أولادي مراهقين أنا تعبت أنا كيف أعمال ماذا أفعل سبحان الله العظيم عقوق الأبناء حقيقة مرة جدا 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 للأسف فيه وموجودة بكثرة في مجتمعين شيئنا ما بينه ونشاهد على أرض الواقع متمثلة في كثير من الحالات التي يسيء فيها الأبناء التصرف أو التعامل بشكل لا إنساني يتنافى وحق الوالدين على أبنائهم الإحساس بالكراهية سوء المعاملة النفور العصيان مشاعر تصل للآباء وهذه المشاعر تنغص عليهم حياتهم بل والله تدميها خاصة أنها تخرج من أقرب الناس إليهم الإبن الإبناء اللي هذولا أبوك وأمك كانوا سهرانين عليك إلا أنت جاءت نفسك وشفت نفسك كبير زين وأول ما تقف تقف بوجه أمك وأبوك وتصيح عليهم وتصرخ عليهم هذولا اللي ربوك هذولا اللي كانوا يركضون بأنصاف الليالي والجو ماطر شديد البرد وأنت مريض وما تعرف في الدنيا وراحة وين جاية ومن مستشفى إلى مستشفى هكذا أنت هذا هو جزاتهم ما خفت من الله سبحانه وتعالى ماكو ولو ظرت ما خاف من الله عز وجل لما أنت يجي بالك وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما خفت من ربك وهنا أحبة الأكارم أكد التربويين وعلماء الشريعة المهتمين بالشأن الأسري أن لكل مرحلة من مراحل حياة الإبن خصوصياتها من التكوين العقلي والجسدي والأمراض الجسمية والمشاكل النفسية والممارسات السلوكية مرحلة الطفولة مرحلة ما قبل المراهقة مرحلة المراهقة الكهولة والشيخوخة والفرد يحمل معه في كل مرحلة من هذه المراحل بعضا من آثار المرحلة السابقة لهذا على الآباء التعرف على أسباب العقوق والسعي لتلافيها أو معالجتها بكل السبول الممكنة كلكم تعرفون أنه علمه سبعا وأدبه سبعا وصحيه سبعا أنت أيام اللعب وينجنت أنت يا أم أيام اللعب يعني اللعب أنت تلعب الأطفال هذا هو يعني اللي يبني العلاقة مستقبلا اللي رح يبني العلاقة بينك وبين أملك مستقبلا اللعب السبع سنوات اللعب وين كنت لازم أنت تلعب ولازم تتقرب الأب والأم وين اللعب مع الأولاد إذا أنت جاي وتصارح وتهاوش وتصيح وإذا مشاكل 24 ساعة بين الأم والأب ومعرف فيش وهذا قاعد وبس خايف ومرعوب أنت رأسا أنشأت أنت أنشأت صبي عدواني وأول ما رح يقوم رح يصيح عليك وصيح على أم خلونا نكون واقعي وين اللعب اللي أنه يقول لك لاعبه هذا أبنك فلذة كبدك ليش تخلف وتزد أنت لما تخلف تخلف لازم أنت تربي مسؤول كلكم رعي وكلكم مسؤولا عن رعيتي أنت جاي تخلف وتزد زد بالشارع تزد علي من زد قدام التلفزيون قدام التكتوكي ربي التكتوك وهو أنت 24 ساعة ملتهين بمشاكلكم أو الأب ملتهي ورايح لي على المقاهي وبس يجي من الشغل والله يتعبان روح أنا أقعد مع أصدقائي هو من الصبح طالع إلى الساعة 4 جاد غدا رجع بعدين شوية أرتاح بعدين شرب لتشاي وبعدين يلا أنا أنزل على المقهى على المودة أرى أصدقائي ولسا يداعش بالليل جاء خل رأسه ونام أشفتهمت من ابنك أشعلمت لابنك وين اللعب مع ابنك لعبوا سبعا اتقوا الله سبحانه وتعالى والأم مش غولة ببديكيرو مانيكيرو ما عرف هي الأسماء اللي يسموها اللي نسمعها دائما ها ولا لا هسات الآن طلعت إنا المودة الأم هسات الآن وقفة بالمطبخ وفتحت إنا التكتوك والله أريد نعيش أشي أسوي الآن بتكتوك كلتو الآن أريد يعيش خلينا الموبايل من الصبح دخلت المطبخ حتى ترك الأولاد ما لهم الأولاد أولاد خلوا عي ربهم نفسهم نفسهم هذه أمهات هذا الوقت هذا الزمان إلا ما رحمه ربي ونجي والله أنت ما لعبت سبعا وتريد أنت بعد ذلك لما تريد تأدبه أنت أصلا علاقة مفتورة بينك و بين ابنك ما كو أي شي يربطك بينك و بين ابنك فلما تريد توجهه تأدبه ها بده يوعى بعد السبعة زين التأديب على قدر السبع سنة السبعة يعني سبعة ثمانية تسع عشرة داعش اتناعش تلتعش ربعة ويتغير التأديب من سنة إلى سنة فأنت من تجي تريد ما يسمع صدقني لأن أنت ما حققت هذه العلاقة الوثيقة أثناء اللعب لأنه الطفل الأول سبع سنوات بس يحب اللعب بس لعب حتى لما تريد أنت الله يرضى عنك لما أقول لكم دائما لما تريد أنت تحفظ صورة الإخلاص حفظه وأنت تناوله كرة القدم وأنت تعال أركب الدراجة الهوائية وأمشي معاك يلا وتسويها مثل اللعبة حتى لما تحفظ الفاتحة مثل اللعب تريد ما تريد ما تجي عليه يلا شوف كذا شوف الأولاد كلهم عظيم وخاصة من تبدي المقارنات أنت عد تخلق فيه عدوانية أنت بنفسك أنت أيها الأم والله وبعدين لما يقع الفاس بالرأس وصار أمره كبير عشرين سنة أنت لا لعب معه ولا مأدبه ولا يسمع منك الأدب لأن أنت ما لعبت معه وما قربت معه وما كنت هذا الحب بيناتكم رح يرجع ماذا يصير ما يسمع من عندك ولا ريد أسمع من عندك سكت أول ما تحكي رح للمشاكلكم أنت وأبويا رح للمشاكلك أنت وأمي دمرتونك بين الناس نحن قمنا بس على مشاكلكم وصياحاتكم وأنت وين كنت أنا ما شفتك بحياتي أنا تأتي من الشغل تطلع على المقهى وتقعد بالمقهى مع أصحابك لسا عداش تأتي وتنام ما شفت من عندك لا تقربت لا تقربت لا لعب نسو لا حقين نسو تريد أن تقدمني ولا يصير للمصاحبة أصلا هذا باختصار عن لا لعبه سبعا أديبه سبعا صاحبه سبعا إذن أول المشكلة تكون من الآباء والأمهات أول المشكلة ليش لأنه بروا بروا أنتم يا آباء أبنائكم قبل أن يبروكم لا تعقوهم أنتم حتى لا يعقوكم فمن تجي يقول والله ابني ابني وقليل نادر جدا طبعا الصير عندنا لما أنت قمت باللعب وأديت حقك وأدبت حقك يعني مع الولد وصاحبته القليل جدا 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 مما يشذح على هذه القاعدة سبحان الله العظيم ممكن أنه ونشأ نشأة وتربية جميلة وفي بيت كله تذكر وقرآن وأدب وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة للوالدين لكنه سبحان الله العظيم الأخلاق سرقة ماذا الأخلاق سرقة قد يعاشر إنسان سيء الخلق في يوم من الأيام فينفر ويغير أخلاقه لأنه قلت لكم دي لبالكم الأخلاق تسرق فأنت إن صاحبت إنسانا صالحا رح تسرق من أخلاقه وإن صاحبت إنسانا سيء رح تسرق من أخلاقه فهذا الولد كان صالح لكنه رح للجامعة صار بالجامعة هو شاف الدنيا شنو هذا والبنات وما أعرف إيش وذولا كلهم متوانسين وحياتي ومستمتع والحياة تعيشها مرة وحدة وما عرف إيه شباب سرق من عدهم فلما يجي على البيت يصير هناك فرق ما بين اللي يعيشه هو في الجامعة وبره مع أصدقائه في البيت فيصير التنافر يصير العصيان وهذا نادرا فلا بدنا أن ننتبه الله تعالى يرضى عنكم وحقائق حقائق عليك أيها الأب أيها الأم التعرف عليها لا ينبغي أن يترك الأبن العاق مع تماديه في هذا العدون ليش لعظيم شره وتوالي حصول الضرر من جهته لأهله وللناس من حوله هذا من راح يكون عاق وعاصي ما راح بس أنه راح يأذي أبو أمه لا راح يتعد إلى الجيران وإلى الأقرباء وبعد ذلك إلى الناس فإذا كان الولد عاصيا عاقا فعلى الوالدين بدل المزيد من الجهد لطلب هدايته واستقامته بتذكيره نصحه إرشاده كل مرة بطريقة شكل أو بالطريقة التي ما تؤدي لأنه ينفر هذا رأسا راح ينفر العصبية وللعلم اليوم بإذن الله عز وجل الساعة الثامنة مساء راح أتكلم عن موضوع العصبية في التزكية وشوفوا يا أهالي يا ناس كلكم يا مسلمين يا حبتي لازم تشوفوا أنه أنا ليش أغضب هذه المصيبة اللي عتصير عندنا الغضب أي رأس المشاكل زين فاليوم راح يكون الدرس في التزكية عن العصبية الغضب فرقزوا ودرس مهم جدا وخطير جدا وماذا يكون بتذكيره ونصحه وإرشاده والصبر عليه والدعاء له الدعاء له بعض المرات أنه يقول والله أنا أدعي والله أنا أدعي والله أنا أدعي بس ابني ما عين صلح شوف وضعك أنت مع الدعاء لما أنت تدعو لازم تشوف أنه ليش ما يكون هناك مستقبلات للدعاء قد يكون الخلل فيك أنه أنت الدعاء ما لك ناقص كثير أمور كثير أنه أنت والله تريد تجرب ما يفيد أنه أنت تدعو وتجرب الله عز وجل أنت تدعو وأنت موقم بالإجابة زين فبعض المرات ما يصير هناك إجابة للدعاء استغفر الله ليس لأن الله لا يسمعك لا يسمعك لكنه قد يكون أنه يريد من عندك أنه تضرع بعد تستمر بعد ويحب يسمع صوتك بعد أو أنه هذا ابتلاء يشوف أنه أنتك يفرح تتصرف أنه تكون حكيم وتكون صبور ممكن أنه يكون عقوق الولد تربية إلك أنت أنه يرجعك إلى الله قد تكون أنت ما خوش إنسان حتى أنت تتعظ من هذا الأمر وتصلح من نفسك حتى بعد ذلك أنه من تدعى الله سبحانه وتعالى يستجيب لك وينصلح لك ولدك وكان أبوهما صالحا وينبغي أن يعين والده على ذلك وإخواني وأصحابي وجيراني بما يقدرون عليه أنه ممكن أن يشاركون يعني مثلا في يوم من الأيام أحد الأصحاب القريب إلى قلبي والقريب إلى نفسي جاءني في يوم من الأيام فقال لي وطبعا هذا الرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله صاحب دين وخلق وكذلك الأسرة كلها صاحب دين وخلق وكذلك أبنه صاحب دين وخلق لكنه سبحان الله الذي لا إله إلا هو دخل إلى الجامعة وبدأ يعاشر بعض الطلاب حتى علموه على شرب الخمر والسقائر والعادات السيئة والعلاقة مع الفتيات ماذا كانت النتيجة؟ أنه من يتكلم معا الوالد ما يسمع بعد من تتكلم الوالدة ما تسمع بعد فيتوجه إلى الناس الأقارب ما يسمع من أحد فتكلم معايا وقال لي أنا أريدك بشغل أبو مريم ففعلا وكان متألم جدا مما وصل حال ابنه عليه فممكن أنه أنت يعني تدخل وتشوف الوضع سبحان الله العظيم قلته أخي الكريم ابنك يعني ما عندي علاقة معاه فأنا كيف رح أدخل معاه كيف أنا رح يعني أصل إلى مستوى معين معاه بحيث أنه يسمعني وطبعا ترك الصلاة للولد للعلم يعني ترك الصلاة ومن نتيجة ماذا؟ نتيجة إلحاح الوالدين الوالدين قلتكم ناس جميلين بس كانت الوالدة جدا يلا قم صلي قم صلي صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة الفجر صلاة الفجر لا تلحوا أنتوا من التلحون أنتوا ترى أنتوا عاد بعدوهم ما عاد قربوهم زين؟ فلازم أن تتغير طريقة أسلوبك الأسلوب هذا ما عينفى فأنا فكرت بطريقة قلت يا ربي أنا شلون أشياء سوي أنا أعلم و أنا أصلي لهذا الإنسان قلت لكم لازم أنه الوالدين إن عجزوا عن أنه يشتغلوا مع هذا الولد العاقي يشوفون الناس الحوالي يوم يشوفون الولد أو أنه طريقة من الناس الأقرباء الأصدقاء الجيران يعني المعلم في أي مكان فذهبت يوم من الأيام في المكان اللي هو يتواجد بها وسويت نفسي بأنه أنا عندي استبيان أنا الشباب اللي بعمر العشرين وأشوف تطلعاتهم واللي يفكرون بي وتفيدني أنا في مشاريعي القرآنية وفي مشاريعي اللي وطبعا أنا صادق بها أنا دائما أسعي لهذا الموضوع ويعني في التربوية كان عندي بعض الحلقات التربوية وما شابه فأريد أشوف أنت يعني لو سمحت إذا سمحت أنت تتفضل علي أنا أتكلم مع الإبن أنت تتفضل علي أنه إذا أسألك وتجاوبني يعني اهتماماتك تطلعاتك أنت الآن شنو هو الشيء اللي تفكر فيه من هاي الأسئلة شوية شوية سبحان الله وبعد ذلك قال لي ممكن نطلع من هذا المكان روح نقعد في حديقة عامة أنا وأنت قلت له يلا وطلعنا وجلسنا تقريبا قرابة الخمس ساعات أول جلسة بحيث أنه أذن بعدين المغرب وقلت له أنا أسمح لي خليني أصلي صلاة المغرب وانتخذ راحتك يعني قال لي ليش ما تقل لي قوم صلي المغرب قالت له ما شاء الله عمرك 22 سنة 21 سنة فأنت تعرف بأنه هذا فرض من الله عز وجل وتعرف بأنه واجب على كل مسلم فماكو داعي أذكرك أنت عاقل بالغ ما شاء الله تعرف قام يبكي قلت له ليش تبكي قال ليش ما كان أهلي يحكم معي بهذه الطريقة ليش ما أنه كان دائما قوم صلي قوم صلي حتى كرهت أنه أقوم أصلي ليش الشكل سوه ليش ما تكلم بهذه الطريقة حسسوني بأنه أنا عندي القرار أنا أفكر أنا أعرف أنه هذا الأمر ما في داعي أنه تجي أنت تقلي عليه أنا أعرف أنه لازم أقوم أصلي الآن يقول أنا ما نظيف ما طهر قلت له ليش لئش عندك ما نظيف ما طهر ليش عاش تريد قال للي صلي المغرب معك قلت له هيا أنا تقوم توظى ويا الله تجدت وسوي ما يعرفه هؤلاء والله ما عرف أنا كل اللي أشوفهم هذولا الملتحين وأعرف هذولا متشددين ما عرف أشتن كذا قلت له يلا خير إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والآن قال لا والله أحس بي أنه أنت من أحب الناس إلى قلبي قلت له فإذا وبدأنا أنا هو تقريبا لمدة أسبوع نتواصل مع بعض والآن هذا الشاب الجميل تزوج والعلاقة بينه بين أبو أمه من أرواح ما يكون حقيقة أنا بالنسبة لي أفرح جدا لما أشوفه وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذن مغزى الكلام أنه أن يعين الوالدين الأقرباء الإخوان الأصحاب الأصدقاء الجيران حتى لا يزداد شر هذا الولد يعني لو كان ترك هذا الولد وين كان وصل الآن صح ولا لا وإن زاد شر الولد وعظم فساده ولم يفلح معه أي وعظ ولا تأدي فالواجب أن يقضي على المنكر بكل ما أمكن ممكن أن يهدد بأن يضرب ترى أنت إذا خلص إذا ماذا راح أضرب راح أسوي أو أقطع مصروف أو أفعل يعني أمر معين كان متعود عليه زين أو كما قلت لكم يستعان برجال من العائلة الأعمام الخوال زين ولا ينبغي التساهل مع شره أو التغاضي عنه فيسلك معه أولا هذا الولد النصح والإرشاد وتذكيره بالله ترغيبا وترهيبا لازم يكون عندك أسلوب أنت يعني دائما لو نرجع إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أحبة الأكارم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه من حرم الرفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول من حرم الرفقة اللين يعني فقد حرم الخير كلها زين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أنت لما أنت تجادل الناس عموما بالتي هي أحسن فمن باب أولى أن تجادل أخوك المسلم بالحسنة والموعظة والتحبيب زين ومرها يعني كثير من الترغيب قليل من الترغيب هذا بعده بعيد لأن الناس كانت عاشت في التسعينات كلها النار النار القبر النار القبر النار هل فكرت سابقا في أن لعبدي ما سأل يساوي قد أتيت سؤلك اللي ما شاه في الفيديو خلي شوفه ست دقائق واربع دقائق وخمس دقائق ما أتذكر يعني زين وبعد ذلك تعرف بحق والديه عليه زين يعني أنا كنت أتكلم مع هذا الشاب يعني يعني أعرف بحق الوالدين وكيف أنه هذه الإلصاق الذي الباء الإلصاق وبالوالدين معه وقضى ربك لا تعبد إلا إياه هذه عظيمة وخطيرة جدا زين يقول ما هم ما هم وبعض وكله يعني يعني مشاكل 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 فهنالك مشاكل بالأسرة هناك مشاكل بين الرجل والمرأة هذا له تأثير سلبي جدا على هذا الشاب والشاب يريد أنه الآن يريد له برة يعني يرفع عن نفسه فيشوف الأصدقاء وهذا يعتبر أنه ترفيح عن نفسه إذن أولا العظة والتوجيه بالليل لابد أن يعرف الإبن أن تماديه في هذا المنكر سيبغضه إلى أهله وجيرانه والناس من حوله حتى لما أنا كنت قاعد مع هذا الشاب أنا لجي أجيب لكم إياها زين هذا الشاب هو مراهق وهو عاق وهو 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 أقول له أنت الآن سابقا كيف كانت نظرة الناس إليك انتبهوا الله يرضى عنكم قال كان الناس يحبوني إذا كانوا أقربائي وأصدقاء وجيراني قلت له صح والآن قال أحس بأن الناس تكرهني قلت له ليش فرأسا هو استحق وما يعني ما يعرف بعد يرفع رأسا أنه يعرف أنه بسبب تصرفاته عرفتم الآن فلذلك دائما يكون الذي يتكلم معه حكيما من غير إلحاح لا تلح لما قمت أنا صليت المغرب ما قلت له قم صلي معي المغرب يلا قم ما يقصك شيء رجال أنت معرفيش لا يعرف هو يعرف نفسه أنه أنه الصلاة فرض والصلاة واجب ماكو مسلم الآن تيجي عليه تقول له الصلاة واجبة ولا ما واجبة ما يقول لك حتى اللي ما يصلي قال لك لا صلاة واجبة ويستحي من عندك وكذا وما عرفيش ماكو واحد يقول لك لا ماكو صلاة لا ما فرض الصلاة ماكو ماكو يعني ما يعني لا يوجد بعض الأخو كتبوا بالتعليقات شنو معنات ماكو سابقاً مو هسياني أقصد فلا يوجد ماكو بالعراقي لا يوجد بلين الجانب الصبر الحكمة الموعظة زين وعلى إخواني أيضاً أن يجتهدوا في هذا السبيل ويسلكوا معه مسالك الحكمة والروية ويعيضوه بالليل طبعاً من يصير قضية العقوق مع الوالدين أو العصيان مع الوالدين أعلم بأنه أول شيء الولد بعد ما يريد يسمعهم فمن تيجي أنت بالنسبة لك تريد تتكلم معه ما يسمعك هو يكرهك تريد ما تريد ما يجي يقول لك أنا أبوي أكرهك أنا أمي أكرهك أول من عق يعني بعد خلاص ورحته برة كلها برة فلازم أنت تبحث برة وين هو برة يعني خارج البيت وين هو عيرتاه عسى ولعله أن تصل إلى هذا الإنسان الذي عيرتاه معه أن تتكلم معه بأنه يرجع ابنه إلى جادة الصواب وأنتوا تغيرون من أساليبكم ما تبقون على الأساليب القديمة شوفوا أنتوا السبب ليش هذا الإبن صار عاب أنت تعرف الأب والأم أنت ماذا الإبن فيما هو عليه قاطعه والده وإخوانه وإخواته وهجروه فلم يكلموه ولم يعاملوه ممكن تأثر على بعض الأخوة والأخوات العاقين هذه الفعلة لما صير المقاطعة لأنه هو راح يعق أبو أمه لكنه أخوته يحبهم يموت عليهم أخواته يحبهم يموت عليهم فلما مثلا يسلمون عليه ما يحكون بعد معه وكذا ما عرفه فلما يجي ليش أنتوا هالشكل ليش أنتوا هالشكل ليش أنت تسوي هالشكل بابا وماما الأخت تتكلم معه ممكن يكون أحب أخته فممكن الأخت هذه المؤنسات ما المؤنسات سبحان الله العظيم ممكن أنه هي ترجع الأخت إلى أن يصير إنسان يسوي ويبتعد عن المعصية والعقوق هناك عاطفتان توجدان عند كل الناس فكلنا نحب أشياء ونكرها أشياء نحب أناس ونكرها آخرين حتى إن لم تكن الأسباب واضحة عاطفة الحب وعاطفة النفور هاي العاطفتان عاطفة الحب اللي تغرس المحبة والانسجام والتقبل الآخر وهذه العاطفة هي التي تنمي الشعور بالحب بين الناس وتجعلهم يقبلون الحياة ويقتنعون بقيمتها وبكل ما يقوي الود والتقارب بينهم أما عاطفة النفور هي التي تزرع الشعور بالكراهية بين الناس وتجعلهم لا يتقبلون بعضهم البعض ولا يرتاحون لوجودهم ولا يطمئنون لحضورهم لذلك فالعدوان والسلوكيات العنيفة والتصرفات يعني القاسية الصادرة عن بعض الناس يكون أصلها نابع من عاطفة النفور أيضا عاطفة فإذن عندي عاطفتين آني فهذه ننتبه إليها الله تعالى يرضى عنكم انتبهوا بارك الله فيكم أنه أنت قد تتعامل بعاطفة النفور مع ابنك مما يؤدي به إلى أن يكون عاصيا عاقب أبا و أمهات دير بالكم الوالدان و أسلوب التربية الخاطئ مؤثران تأثير بليغ جدا على كل مرحلة من مراحل نمو الأبن قد يقع أي منهما في الأخطاء لعدم فهمهم الصحيح لمفهوم التربية الصحيحة فتنعكس سلبا على الأبناء ولعلم أبرزها التربية القاسية اللي راح تأدي بالتالي إلى الكراهية كراهية الأبناء للآباء والشعور بالذنب وتوليد الرعب في الانتقام عند الطفل أنت تخلق طفل معدواني وأول ما ينتقم ينتقم منك ومن أمك يعني من أمه لا يدرك مع الأسف العديد من الآباء كيفية التعامل مع أبنائهم منذ الصغر ولا يعرفون أن العلاقة بينهم يجب أن يسودها الحب الوفاق الحب ما يجي إلا باللعب أنت أنت سبع سنوات هذه كلها حب ولعب أنه خليه يتعلق بك حب ولعب ما يقدر ما يجب أن يكون ناس الآن علاقة بين الآباء والأبناء يا الله بدأت ما شاء الله بحب علاقة وثيقة حب ولعب تسامح مو سيطرة القاوامر عبالك هذا جندع يشتغل عندك وليابا هذا ابنك فالذي تكبدك الله يرضى عنكم شوفوا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يقبل الحسن والحسين لما جوا عليه بعض الأرب قالتنا شونا شو تقبلهم انت اللي متابع معنا السيرة ما راح أحكي لكم التفاصيل روحوا شوفوا السيرة ماذا جاوبوا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يرحم لا يرحم ايش عندك القاوامر قوم روح جيب اقعد سوي اعمل كذا امر 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 اياه العلاقة بين الوالدين والأبناء فكروا من الأسباب التي تدفع الأبناء إلى العقوق خاصة الخلافات بين الأبناء هذا أول سبب 24 ساعة صراحة وصياحة ايش هذا البيت البيت ليش البيت البيت للسكينة للأمان للطمأنينة للراحة يعني تعبان برا زين اذا اجي على البيت وما عندي لا سكينة ولا طمأنينة ولا راحة ولا هدوء ولا حب ولا تعاطف ولا مودة ولا رحمة هج من هذا البيت هذا بيت عدواني هذا ما بيت صار خاصة إذا كانت كما قلت لحضراتكم الخلافات تحدث أمامهم وبصفة مستمر التفكك الأسري والخلافات والطلاق وبعدين زواج أحد الوالدين كإذا كان الأب والأم من آخر يلعب دور كبير في تغيير سلوك الأبناء هذا شنو أسباب تدفع الأبناء إلى العقوب السبب الثاني العلاقات السطحية بين الوالدين افتقاد الود والرحمة ما مودة ورحمة وين لا سكة لا مودة رحمة ولا دنيا ولا أم إذا ما مودة ورحمة بين الأب والأم داخل المنزل تنشئ نماذج سلبية من الأبناء كلكم راجعوا أنت لا تكون عندي الآن وتشوف ليها أنا بالنسبة لي مجرد إنسان مر بحياتكم يبدي يشخص لكم بعض الأخطاء والعيوب التي تحدث في البيوت والمنازل فأنت فكر في نفسك لا تأخذك العزة بالإثم يا مسلم خاطر دينك وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بإثم لا تأخذك العزة بالإثم يا أخي اعترف بغلطك يا أختي اعترف بغلطك يعني شن رح ينقص من عندك والله نفسي وما نفسي يا جماعة اكسروا هذه النفس خلوها تحت لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة ضيعون أنتوا أجيال على مد نفسك واني والله ما يحترمني زوجي واني زوجتي ما مطيع وناشز وانا ما عرف إيش وهذول الأولاد عايضي يعون على يجبتوهم افتقاد الودو والرحمة تنشئ نماذج سلبية من الأبناء في هذا المنزل السبب الآخر عدم التدرج في التعامل مع الأبناء فعلى الآباء الانتقال من اسلوب إلى آخر بمرونة وتأني ومثابرة يقول لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا بأ أي ملون يعني جاء رأسا نصح نصح ونصيح خلو مل صي وكذا جاب ضرب وين المرونة وين هذا ابنك اسلوب هذا ما فات غير الاسلوب ها وين المثابرة شنو معنات مثابرة انظل تستمر ما تتكسل نهائيا وما تنتقل رأسا إلى مرحلة الضرب والإهانة وتقارنه بغيره وانت من تقارنه بغيره وانت دمرت لابنك انت سويت عداوة بينك وابنك فلان شوف فلان شوف فلان شوف فلان وهذه كلتنا عايشين فيها شوف فلان شوف فلان اش لي علاقة بفلان اش لي علاقة بفلاناني طبعا مثابرة وتابعا لمراحل نمو الطفل ومدى اه تمتع هذا الطفل بمهارات التحصيل والاستيعاب يا بعد تتكلم مع الطفل انت وانت شوف قدرات الطفل ما لك وشنو الكلام اللي ممكن انه انت تتكلمه ويفهمه انت هتتكلم كلام هتنصحه من نصائع اكبر من حجمه اكبر من طاقته فانت رح ترهقه بهذه الحالة تابع تابعا لمهارات هذا الطفل والتحصيل والاستيعاب مثابرة تابعا لمراحل نمو الطفل مثل ما قلت لكم انت في السبع سنوات يلا حفظ الفاتحة شوف ابن عمك حفظ جزء الاول حفظ الجزء عمك شوف معرف اشني شوف كذا انت خليت يكره حتى ابن عمه وابن خالته وابن خاله انت الاب الام العب معاه وطلعه نزهة واشتري له ايس كريم ومعرف ايش وانت يلا وانت عاد تاكلون الايس كريم قل هو الله احد طفل تريد تحرمه من الطفولة وتقارنه او بعد طفل عمره خمسة سنين وتقارنه بالدنيا كلها من الخطأ التربوي التعامل مع الابناء باسلوب واحد هذا خطأ قاتل سبحان الله العظيم اسره مدللهم مدللهم دلال فاحش وخلص وما عنده غير هذا اه ايش يريد رأسا يعطوه واسره القتل الضرب يعني القتل احنا بالعراق نسمي القتل تقتلك يعني اضربك بالعراقي لما نقول ضرب وتأنيب ومقارنات بفلان 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 هذا اكبر خطأ انه انت لما تتعامل مع ابنك باسلوب واحد على طول الخطأ خصوصا في العقاب فكل طفل له رد فعل مختلف اذ قد يكتفي احدهم بتجاهل التصرف الخاطئ واخر يكفي نظرة بس والله الذي لا اله الا هو لما كان ينظر الوالد نظرة انا اجمد مكاني اتجمد فريز رأسا بس هذه النظرة اتموت يكفيه نظرة بها تأنيب فانت تغير بالاسلوب ما تتخلي الاسلوب واحد اسلوب الواحد يؤدي الى انه انت تخلق طفل عاقل والدي الشغلة الاخرى احبة الاكارم والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدم المساواة بين الاطفال لا يجب ان يتم تفضيل احد الابناء على الاخر هذا انت عد تبذر بذور الحسد انت عد تبذر بذور الحقد بين الابناء كذلك تبه تأنيب الولد تحقير الولد امام الاخرين وبصفة مستمرة خلال مراحل عمر هي المختلفة بدون ان تراعي نضوجه نمو شخصيته هذا من اشد الاساليب التربوية الخاطئة ويجب ان لا تلجأ اليه ابدا شوفوا الان انتوا معا تسمعون انت شوف انت كم مرة زين الخالة موجودة الخال موجود صديق الوالد او صديقة الام موجودة وانت قاعدة انت ما يفيد معاك كل شي انت ما تنفع انت كذا لا يجب ان تلجأ الى هذا الاسلوب ايها الاب ايتها الام باي حالة من الاحوال بعض الاباء يسيء استعمال مبدأ الثواب والعقاب فيلجأون دائما الى العقاب ويهملون الثواب عقاب 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 فتجدهم ينهرون الطفل يسارعون الى عقابه حتى لو امام الجمهور وρό Bel vice وسايد فشي فدي نجاز ايها الاب يعنى عقاب طفلك يعنى اوه مسيطر لا والله ما مسيطر راح تاكلها ورح تاكلها اول شي من ابنك وبنتك من ايك بارون شوف شو راح يتعاملهم معاك هذا اذا ما خلوك بدار العجزة الامر الاخر الازمة ازمة فقدان لغة الحوار بين افراد الاسرة جميعا خاصة الان قاعدين ببيت واحد والله أنا زغت عائلة هذه العائلة تتعمل بالوطس وينو فلان بدون ذكر الأسماء أهسة الآن قالوا جاشي غضريت وينك أهسة وين فلان جت أم مريم أهسة أو فلانك أهسة الآن يتواصلون وما في داخل البيت الواحد بالوطس وما يجلسون أتدرون ماذا قال لي الوالد قال لي كلمة عجيبة قال والله أنا أفرح جدا لما أنت تجون الزورون أنت وأم مريم لأنه بهذا اليوم اللي الزورون نحن نجتمع على مائدة واحدة كعائلة كلام مدمر كلام قاسي ولما أنه تفقد لغة الحوار بين فراد الأسرة جميعا أباء أمهات مرورا بالأولاد يكايد لا يكون هناك أي حوار بين أفراد الأسرة وممكن أن يقتصر بس أمر ونهي أمر ونهي جيب حط ودي لا تمشي امشي كذا سوي أو نقد من الوالدين أمر نهي ونقد أمر نهي ونقد وين الحوار وين الجلسة وين الإلفة وين المودة وين الرحمة اعلموا أحبة الأكارم أن جهود الأبناء أوله تمرد آخره عقوق احترام الوالدين وتقديرهم والعناية بيهم أمر فطري يولد به الإنسان أمر فطري زين وركز القرآن على فضله فأمر كل مسلم بتقدير والدي والبر بهما ووصالهما واحترامهما ونهى عن عقوقهما هذا الطفل قد يكون نشأ سليمة وطيبة ويحب أمه وأبوه ويموت على أمه وأبوه ويفديهم وبروحه لكنه الواقع اللي نعيش ويشير الكثير من الحالات المعاكسة التي تشير العقوق الوالدين أكثر الحالات اللي صار فيها عقوق الوالدين السبب الأب والأم تريدهم ما تريدهم ويأتي الآن أنا ماذا أفعل أبنائي عاقين يابا أنت ما ربيت ولا علعبت معه ولا أدبت ولا صاحبت ونت كنت بعيد وصار عمر 22 سنة طبعا ما يسمع من عندك تريد تأدبه بعد ما صار 22 سنة لا أبويا ولا أمي انسوا هذا الموضوع العقوق من الأبناء يبدأ منذ الصغر وبداية الوعي بالذات خاصة خلال مرحلة المراهقة محاولة الشاب والشابة لانتقال أو الانسلاخ من فترة الطفولة إلى المرحلة الجديدة يلجأ كل منهم إلى الصراخ عليهم الرفض الأوامر الاعتراض على كل ما لا يتناسب ميولهم التمرد على كل سلطة أبوية حتى وإن كانت لصالحهم يعني ويعرفون أنه لصالحهم لأنه الأب والأم ما يريد أنه لصالح لولا ويعرفون أنه لصالحهم بس تمرد خلاص وفي الكبر تتجلى في رمي الآباء في ملاجئ العجزة والهروب من مراعاتهم بالسكن بعيدا عنهم أو السفر وعدم السؤال عنهم الدلال الزائد للطفل سلوب التربية ما بين الشدة المتناهية على الأبناء أو الدلال الزائد دون وسط دون توازن أحيانا كثيرا تدفع دكتاتورية الأباء وتسلطهم في تعاملهم مع أبنائهم إلى الوصول إلى درجة العقوق فهم الأباء يصادرون إرادة وآراء أبنائهم ويشددون عليهم في كل ما يفعلون وينطقون به تدفعهم إلى أن يؤدي بذلك إلى العقوق كذلك الدلال الزائد تدفعهم إلى أن يؤدي بهم إلى العقوق كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء متاح نعم سوي 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 بعدين في يوم من الأيام لا لا تسوي معكو قلل معرف إيش كذا قطعت هذا الأمر مما يؤدي إلى أنه يتمرد عليك انت علمتني انت انطيتني انت سويت انت كذا ما منعت عني شيء كل شيء كان مفتوح كل شيء كل شيء كل شيء فأنتم بدلالكم إزاي اتدمرتم أولادكم وين التوازن وين الوسطية في التربية وين السلوب الحوار وين المثابرة وعدم الإلحاح وين الصبر عليهم وين تغيير الإسلوب وكما قلت لكم غياب الحوار الأسري بل انعداموا في وسط كثير من الأسر اليوم أكادوا أجزم بأنه 90% من العائلات انعدم الحوار بينهم يا جماعة اطلعوا الآن حتى لما تشوفون بالمطاعم أو تطلعوا بالمتنزهات أو تطلعوا بأي مكان شوفون العوائل طالعة لكنه كل واحد ملتهم موبايله حتى بطلعتهم طلعت ايش هذه وين الجلسة حول المائدة الوحدة ولما يجيك الشتاء والمدفأة موجودة ببيناتكم وملتمين على الصينية احنا سميها الصينية وقاعدين وهذا يضحك مع هذا والأخ يتشاق مع أخته والأب ويتمازح مع الأبن الصغير والكبير ويقربهم وكذا وينها الله يا ابني عاقاني وين هذه يا والد يا أب يا أم وين وجد هذا الحوار فهو سلسلة من الأوامر والنواهي التي تحجر على حرية الأبن ورح تورثه إحساس بالرفض والنفور والتمرد وآخرها الوصول لمرحلة العقوق عند الكبر أنتوا هتلاحظوا العقوق والعقوق والعصيان الأولاد الأسباب اللي عاد أطرحها أمامكم من السبب من أسباب العقوق تلك الثقة العمياء أيضا من جانب الأبا لأبنائهم وعدم مراقبتهم وعدم متابعتهم وعدم التركيز على التعرف على أصدقائهم أنت مع منه عد تمشي الرفيق ما لك منه الذين لهم أكبر تأثير في تشكيل فكر الأبناء وتوجيه سلوكهم ابنك مع منه عا يمشي وين عا يروح خلص أنا عندي ثقة بابني أنا عندي ثقة ببنتي ولا ننسي طبعا الله تعالي يرضى عنكم تأثير المشاكل الأسرية بين الزوجين على الأبناء أو انتشار ظاهرة العنف الأسري إضافة إلى مشكلة التفكك الأسري بسبب الطلاق أو غياب الأب عن المنزل لفترات طويلة لانشغاله أو سفره هذه كلها تؤدي إلى عقوق الأولاد ونسى الله العفو والعافية طيب كيف نعالج هذه الظاهرة؟ ظاهرة عقوق الأولاد أولا من التربية السليمة للطفل من البداية اختيار الزوجة اختيار الزوج الصالحين الأول من البداية قبل أنه تفكر بأنه أولاد لا يطلعون عاقين اختيار الزوجة الصالحة ما تختار لي زوجة من التيك توك عجبتك وحبيتها سافرة ما تعرف أصلها منين وكذا ما عرف فيش حبيتها يا با دقيقي معاود ما هذه رح يصير أم أطفالك؟ شون رح تربيهم؟ أش تريد أنت؟ اختيار الاسم المناسب للطفل بعض العقوق صار والله من اسم لأنه تنمروا عليه حقد على أبو وأمه ليش سميته بهذا الاسم؟ العلاج من البداية وجود الحب والمودة والتفاهم بين الزوجين يا أخي أنت عندك مشكلة مع زوجتك يا عزيزي يا تاج راسي فوت على غرفة النوم مالتكم وهناك أنت تتفق معها بالبداية شوف يا بنت الناس الحياة لا تخلو من مشاكل وما لأنه نعيش احنا على حبه ومستمره وكذا ومعرفيش هذا ما موجود ولا في الأحلام فراح تمر علينا مشاكل ممكن أنا أتعصب ممكن أنت تتعصبين فأنت لما تشوفيني عصبي رأسا بردي لا تتعصبين مقابيلي وصير كذا كذا من البداية قبل ما جاء الأطفال وإذا جون الأطفال لا تظهري أي مشكلة وعصبية أمامهم نفوت على الغرفة ونقفل الباب وما نصرخ ولا نصيح ولا نعمل أي شي نحاول آلي وانت نصلح الموقف هسا وين هذا الكلام؟ معكم يجي شي رأسها فاتت على الكانتور ضبط شنطتها وعلى بيت أهلي وصرأ أخو صيحة وعياط وكذا والأطفال كلهم عراقبون في خوف وما تعرفون أشي ويبكون ماما بابا ماما بابا وهو ناشى على هذه التربية وين الحب؟ وين المودة؟ وين التفاهم؟ مع الله سبحانه وتعالى أنتو خلاكم تزوجون سكانوا مودة ورحمة وين الحب والمودة والرحمة والتفاهم؟ ثانيا أن يكون هناك تبادل للآراء والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة تأخذه تنطي مو بس أنه تنطي أن تقوم العلاقة بين الآباء والأبناء على الصراحة والوضوح والله ما راح تصير هذه الصراحة إلا لما تكون المصاحبة يعني ما قال ألعبه أدبه صاحبه ما تكون هذه الصراحة إلا بعد أنه تكون مصاحب والمصاحب يسبقها ملاعبة وتأديم ملاعبة حب قوي جدا هذا الحب يؤدي إلى التأديم بحيث أنه لما تيجي تأدبه بهدوء وبسلانسة وبمثابرة وبتغيير الأسلوب وبالحوار أنه تأدب الولد يأخذ منك ونعم بابا لما أنت وصلت إلى الأربع طاعش صارت المصاحبة صارت هناك مصارحة يجي واحد رأسا يقوله تعالى بسك هذه السيقارة ودخن ويجي يقوله لا قل لي أشوف بابا بعدين يجي على بابا رأسا بابا فلان يقدم لي السيقارة إذا دخن السيقارة يعني لا دربالك أنت بالنسبة لك السيقارة كثير من الناس دخنوه وتندموا السيقارة تعمل مشاكل كبيرة جدا تبدأ صغير ثم بعد ذلك تتفاقب كذا كذا زين ما تنهروا معرأة آه ما تمشيوا ما تعملوا ما تسوي كذا لأنه أنت أكثروا الناس إذا ما تمشيوا ما تمشيوا ما تمشيوا راح تخلي أنتوا أشي يصاب بالتوحد يعني مثلا هذه الناس كل شي فيها بس أنت إيش صارت المصارحات بينك وبينه بحي أنه علاقة طيبة ما أنه أنت تنهر صديقك هذا مثل ما تتكلم مع صديقك صديقك لما يجيك وعنده مشكلة معينة تكون متصرخ عليه أهدأ كذا معرف إيش وهاكذا عندي صديق أعجبني جدا 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 بطريقة تربيته مع ابنه زرته وقعدين نحكي على الأبناء وكذا والرجل قال ابني كبر وصار عمره تقريبا الآن 17 و 18 سنة فشاف هذا يسموه الفيب الفيب اللي هي السيجارة الإلكترونية يطلقون عليها الفيب فشاف الجيل كلته والله حتى أنا بديت أشوف نماذج من الشباب معلقها معلقها يعني مسوي مثل هذه العقد معلقيه هنا حتى لا يضيع لا بجيبه لها عمد رأسا يظل ويشرب من عدها فقال رأسا جاء علي قال له بابا أنا كل أصدقائي يشربوا من هذا الفيب أنا أريد أيضا فيب قال له تمام أنا راح أشتري لك فيب ها بعدين قال لا أشتري لك فيب لكن بشرط قال له ما هو شرط طبعا هو يعني استغرب ممكن أنه لا أبني لا كده قال له بشرط أنا أشتري المادة هذه المادة اللي خلوه بالفيب مادة زيتية ما عرف شلونها وبها أطعام مزيين فقال أنا أنا بشرط الفيب أنا أشتري لك لكن أنا أشتري الطعام اللي راح تخليه بالفيب قال له إيه مزيين فماذا فعل الوالد اشتريه من الأطعام اللي مقرفة واللي تترك فتريحة أو أنه يعني مزعجة فخلاه وجاء ودريدي جرب الولد مرة مرتين قال له بابا شنو هذا قال له هو هذا الفيب هو هذي وهذا الأطعام وهذه الطريقة مالتها لا ما أريد هذا ما عرف إيش ريدي كسر فيه قال له لا ابني لا تكسره خلي عندي أنا حتى فضلك عندي هذا أخافت يوم من الأيام ترجع وتريده هذا موجود قال ما يقول له ما أريده بعد أنا ما أريد كذا شلون هذول يشربوا شلون إحنا إلى متى نحنا نرتقي بالتعامل مع أبنائنا وهذا ما عدوك إذن الاهتمام بالميول الشخصية والمهارات التي يتمتع بها الأبن وتدعيمها للمراهق خاصة لتعزيز الثقة بنفسه وامتصاص ما بداخله من رغبات وشحنات انفعالية من غضب أو تمرد وين الآباء من هذا قل قليل من الآباء من يفعل هذا قال لك والله أنا تعبان مثل ما أخذاك الأب تعبان بالشغل وبعدني يرجع يقع لي من المقهة طول الليل ويرجع هنا إعطاء من العلاجات إعطاء الأبن الأهمية كإنسان يستحق الحب والإحساس بالأمان وإن أخطأ التصرف الله يبارك فيكم الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى الدائم له بالصلاح والهداية محاولة اختيار رفقة صالحة يصاحبونه فإن الإنسان كما ذكرت لحضراتكم يتأثر بجلسائه لا محل سرقة هذا المعنى سيجب سرقة الأخلاق تسرق الصاحب ساحب الأخلاق سراقة يسرق الناس أخلاق من حولهم فيتخلقون بها ويتصفون بها حاول أن تكون البيئة التي تحيط بولدك بيئة نظيفة طيبة وبالتالي أنت تريد أن يكون صالح وأن يكون متأدب وإذا ما قدرت حاول أن تستعين بأقاربك حتى يلاحظوا هذا الموضوع ويعينوك على هذا الأمر محب أصدقائك يعينوك على هذا الأمر وحاولوا أيها الأباء أن تعالجوا المشكلات التي أدت إلى العقوق غالبا ما يكون العقوق ناشئة عن أسباب سابقة منها التقصير في تربيته منذ الصغر كما ذكرت لحضراتكم ومنها إساءة معاملة الوالدين له في بعض الأحيان ومنها سوء العلاقات بين الوالدين ونحو ذلك من الأسباب التي تنشأ عنها نفسية الطفل المتمردة حقوق تمرد فحاول معالجة هذه الأسباب بإيصال مشاعر مغايرة إلى الأولاد الأب والأم لما أنت تكون حريص وعندك حب في داخلك صرح به بس صرح به بأسلوب شوف الأسلوب اللي ممكن يسمع به وعكس هذا الأمر هذا الحب اللي موجود في داخلك على تصرفاتك مو بس قول فربما يكون هو في غفلة من هذه المشاعر أنه ما فيديوم الأيام لا قبلت ولا قلت له أحبك لا حبيبي كما دائما أقول أنه الأب والأم كثرون خاصة من كلمة حبيبي وحياتي وخاصة للبنت حتى تشبع ببيت أهلة من حبيبي وحياتي هي ما سامعة ببيت أهلة فأول ما تنصدم وتطلع إلى الحياة أول واحد يقل له حبيبي وحياتي شنو هذا حبيبي وحياتي أنا ما حد قل لي حبيبي وحياتي وتقعت طام شبعوهم حبيبي وحياتي قبل أن يسمعوهم من الغير ما يقول لك شنو حبيبي وحياتي لا عيب شنو نقول حبيبي وحياتي لبنتي حاولوا أن تغرسوا في قلوبهم الوازع الديني والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى بالموعظة الحسنة وبطريق غير مباشر لا تدمروهم لا تخلهم يكرهون الدين الأباء والأمهات يخلون الأولاد هم اللي يكرهون الدين يسمع مثلا بطريقة غير مباشرة قاعد الأب يشغل فيديو مثلا يتكلم عن عقوق الوالدين ما يقول تعالوا تعالوا يلا تعالوا اسمعوا ما لك علاقة سوى هو أنت أسمع زين وما لك الشغل بس هو ممكن ينتبه ويسمع لهذا الكلام ينتبه عليه وما آثاره شنو العقوبة الشديدة لهذا الأمر أنا اليوم ما أتكلم لكم على العقوبات أنا أتكلم الآن عن أنه كيف أتعامل أو ماذا أفعل ولكي لا أقع في هذه المصيبة ما نتكلم اليوم من العقل والديه ما هو ما محضر له رب العالمين من عقوبة شديدة وواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا ما تتكلم هذا الأمر أنا تتكلم الآن مع الوالدين أنه يعدهم ولد عاق ليش؟ وشنو النتيجة؟ وشنو السبب حتى احنا نصحح هذا الموضوع؟ وليش أنا أصلاً سويت ولد عاق فهو ممكن ماذا أنه أنت تكون قاعد وتستمع محاضرة عن العقوق عقبة العقوق وما أعده الله من العقاب الشديد للعقل والدي كحرماني من دخول الجنة قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة عاق فاين تروح؟ فحاول أن توصل هذه المواعد بطريقة غير مباشرة إليه ولا تركز على هذا الموضوع ما يومية تشغل ليه وتسوي ليه لا لأن ممكن أن يسمع ويرتدع ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتق الله فلا تسمع ليه بطريقة مباشرة أصلاً ما رح يسمعها لأنه عنده تمرد من الداخل يعني ما أعرف فاش أقول بعد أكثر من هذا الله تعالى يرضى عنكم غير بس أنه أقول شغلة واحدة فقط بالأخير بروا أبنائكم قبل أن يبروكم لا تعقوهم حتى لا يعقوكم ما نضع كل اللوم على الأبناء أنت لا علمت ولا ربيت ولا علمت الاحترام ولا الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا الذي يعني يتعامل مع والديه بطريقة سيئة ما هو نتيجته ولا عرفت الأخلاق الإسلامية ولا عرفت حب الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يتعامل ودخلت هذا في قلبه وعش عش في قلبه لذلك أيها الآباء أيها الأمهات حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أبنائكم اليوم المجتمع كله يعاني الآباء كما ذكرت لحضراتكم على المقاهي أو مع أهله ومع أصدقاؤه والزوجة تتخبط الوحدها بعد ما تتحمد زين معد وين شغل البيت وتنظيف البيت وترتيب والطبخ والنفخ والف وبعدين تربية والله أخو أشتريد من عده وما إنسان عالي فاسألوا أنفسكم أنا كيف ربيت ابني أنا ماذا قدمت لي ابني وأنا أبني إيش كان حظه من الحب والحنان لو كله كان جفاء وقسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم هذا الباب يطول الشرح فيه كثيرا لكن أعطيكم أنا رؤوس نقاط أيها الآباء أيتها الأمهات زين هذا ابنك موعدوك ولا تتعامل بالأوامر ولا تنفره بعاطفة النفور زين دائما نسلوب الحوار مشاكلكم لا تستعرضوها أمام الأطفال هذا سام هذا يسمم الطفل والله تعالى يرضى عنكم كنوا حذرين جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا أصدر الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ أولادكم أينما كنتم وأن يجعلكم بارين يا رب العالمين إن كان الآباء تجاه الأبناء أو الأبناء تجاه الآباء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر